نبقى دايما في شأن صحينا ملفنا الثاني لهذا الموعد الإخباري فيما يخص المرأة الحامل رزنمت اللقاحات تصريحات وزير صحة الأخيرة حول أن كل امرأة حامل لها الحق في أن تلد في أي مستشفى أو مؤسسة استشفائية شرطة التسجيل كل هذا سأتحدث معه وناقشه مع بروفيسور يوسف طيب رئيس مصلحة تولي مستشفى حسن بادي بلفور أهلا بك سيدي أهلا وسهلا إذن بروفيسور سنتحدث اليوم يعني المرأة عندها موضوع شامل وواسع سنتحدث بالتفصيل فيما يخص بداية بتصريح وزير الصحة مؤخرا أن لكل امرأة حامل الحق في أن تلد وتضع مولودها في أي مؤسسة استشفائية شرطة أنها تسجل فيها هل لك أن تعطينا تفاصيل كيف يتم تسجيل المرأة لها حق تلد ون الجنين إن فايل حق تسعة شهور لازم يخرج أكيد يخرج ون رأي المرأة كما نجموش لمرأة رأي هنا في الجزائر تسكن في بومرداز قولها لا صرحت الجنين هو لدي سيدي ونجموش لها حق تلد وين تحب لأمرأة لكن كاين تاكين أورغانيزازيون لديرها الوزارة نعم فيما يخص هذا التنظيم يعني تصريح وزير الصحة ربما هي شكل يعني هيكون اكتضاد على مصلحة التوليد أنه معظم النساء يحبوا يولدوا هنا بالعاصمة يعني نشوفوهم لما نتوجوا لمصلح يعني الخاصة بالتوليد نشوفوهم يعني آتين مولايات أخرى ربما لحدهم أنهم توجدوا هنا بالجزائر العاصمة لكن بعض النساء الحوامل يفضلوا أنهم يزيدوا هنا بالجزائر العاصمة على كل حال شوفي وشقال الوزيرة سي كوركتف ميافميها نشاطروف وشو يقول لكن احنا كمواطنين نتلك مواطن ما قرأني أساد وحكم وشو يقول نعاونو فيه أنا عندي نبدأ دابون كابتيل كروساس ونخدمنا يا زع ما احنا عنا نصنطر دوري فيرانس اللي جافي بوليو نبدأون تمام نحكمو لجزائر العاصمة على رسك وطور دوري بلفور صدد حسن بادي كاين اللي بيامي اللي زو بي أس بي وكاين جاء هذوك اللي يختموها ذوك وكاين اللي بريفي هذي قولو لهم باليئة باليئة هذا هو اللي يبدأ يكابتلو لني لجزائر العاصمة هذي اللي جزائر العاصمة يتجهو عندنا نقول لهم أسك دي جاكي تبدأ لجزائر العاصمة قولو لهم أسك تزيدو عندنا ونقول لهم لا لنتو ما بسك تسكني براس الجها روحي هاي لك براسك في قباة نقول لهم بارك ماناش حنا باش نقول لهم بالسيفة له وانتيات سكني مادنا في بومردس نورما موت زيدي فاتمة نحن نكابتلو بارك ما نحاوزوش ونعطلها وين لازم تولد لكن وزير الصحة يعني أوضح في نقطة مهمة أنه المرأة الحاملية يجب أن تسجل يعني تسجل في أي مؤسسة استشفائية لتكون قريبة لها ولا اللي رايح تزيد فيها لكن نعرفوا أن المنسانين يتنقلوا يعني كضيوف هنا يجوا العاصمة أو يروحوا الولايات أخلى يعني كيف يتم التعامل مع هذه الحالات لك تقولين كي جي عند بابها كي جي عند بابها جتل درها فكي جتس بي طرتحها ما نشعنا باش نقول لها جيتي عند بابك روحي عند رجلك بها لكي جي عند بابها كيف كيف نعم طيب لو انتحتوا فقط يعني الكثير من نسائي فضينا الولادة قلنا في العاصمة يعني أنتم كرئيس مصلحة يعني تصريحات الوزير تسهلكم يعني شحال من مرأة يعني حتى تستقبلها المصلحة لحاتولد فيها مثلا ربما عندكم يعني في الليلة الواحدة ربما عشرين ولادة لا غير ذلك عندنا ثلاثين ولادة كيمال برحبك ثروا عشرين ولادة ونسيزاريان لا حبار مش غير التصريحات الوزير دار ان بروجي كي ناشونال كيفاش نكابتوا والمالاد ونستقبلوها ونتجوها قسمنا هون كاتبالية الولاني قلتلك عليها سي البريفي الزو بي اس بي البي امي ولي صندر فيانس عقروسة صوريسك هدو هم اللي يكابتوا الولانيين كل شي صرا هنا صح نتبعوها نقولو لها وين راح تولد كي تلحق وين تولد عندها بلاصة وين تولد بولا كابتنا احنا يا في البي اس بي تاعنا نقولو لها وين تروح هذيك الخراج جي عندنا يستقبلوها اللي يخدموا معايا تولد عندنا كين دفوا جي عند بابها قلتلك بابها كي دارها تانيك دارها هذي خلاص ما ينفرق منها بابها ولا رجلها كيف كيف جي بو مرداس ما عندها اني بابها ما شا نحاوزها اكيد يعني هو عمل انساني قبل انه يكون عمل استشفائي لا لا خطش هذي ما تكابتاج ما تكابتاج مع اللي اللي قلنا لها ظروف جبهة عندنا تدخل كي ما نخدموها عادين انا زوج مفتاح صباح جاونير شونس هلوك مفتاح نورماموسي بوفاري لا لا يقول دخلو عندي يعني حسب يعني أنتكم رئيس مصلحة تريم سوشفى حسن بادي بلفار يعني تشوفوا أنه هناك ارتفاع في نسبة الوفيات انخفاض يعني مقارنة بالسنوات وفاية النساء حابت تقولي لا نسبة الولادات بداية لا نقص بالبزاف وشاني نشوف هنا في العاصمة الجزائي نقص بالبزاف الآن نتحدث حول الأثار الجانبية المرأة الحامل مؤخرا يعني هناك ارتفاع في نسبة عدد الوفيات للنساء الحوامل يعني أثناء فترة الحمل أو أثناء وضع المولود شوف كي تقولي ارتفاع وفاية النساء تخلعهم مكاش ارتفاع لكن أصبح تسجل أرقام لهم ومشتع المقارنة في العاصلة نحتاج إلى الوقت ودينا نستطيع عدالة مقارنة وجدنا 2.34% وإننا 4.34% ويوجدنا 4.34% ويوجدناها 4.35% وعندنا نحقى 320 ويوجدنا 20.30% نحقى جدون مقص بالتعجون الوفاية. يعني حسبك ما هي الأسباب التي تؤدي الى وفاة المرأة الحاملة؟ الأولية أولاً لازم نتعلم 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 الجادي ومعش في القصة لتروح للنظر وكي الفو لا تعيني حسناً يا حسناً بادي إنني كارديوبارت منديش كارديولوجي حسناً منديش كارديولوجي هاو نتروحي روحي لبارني ولبارني ننجي من عسله المريضة بسك عنده النبو وبعد نباته له تزيد عنده هل أحسابه أشيحب برني مازمش نكتر عليه مموه مازمش يكون عندو تيضار لازمان تريك نديله مرض أخر بسك برني يخدم معي وكاين دي كوز ما نجموهونش كي برزمب نزيف نهار لكوشمون سي حاجة اللي جي هاقدار ما فيهاش غالطي بي ولا جي نزيف حنان سيوم وقفو للنزيف هذك بالأدوية بيانسو لكاين اللي عندنا في الإمكانيات اللي عندنا نحن يعني هناك أيضا يعني بعد نقول بعض الأسباب منها السمنة تأخر أيضا سن الزواج يعني من بين الفاكتور اللي يخليوا أن المرأة تفقد مولودها أو عنها ربما إجهاد متكرر كيف كيف سينا نقول لك ما نخلعوش نستعنها أكيد لكن التوعية وتخسيس لقد قدنا المزمانو يزواجو جبكري مع المدينزاشن تابعوش نشيح لديعبات هذا الفاكتور دي ريسك يخلينا نعسو مريح لفق 38 سنة نحن خيرنا 38 سنة لفق 38 سنة هذا الفاكتور دي ريسك يخلينا نعسو بزاف هذه المرأة لولدت بزاف انسي تسويت اكيد ايضا هناك رزنامة لقاحات لفاكسن خاصة بالمرأة الحامل في الجزائر فقط تيتانوس فقط تيتانوس والبروغرام البيان ريسكتي نعم اكيد هناك ايضا مشكلة اخر استعرض للمرأة الحامل هو وضع مولودها قبل تسعة اشهر في سبعة اشهر معظمها في سبعة اشهر ما هي الاسباب لتخلي ان المرأة تولد قبل اكتمال تسعة اشهر كان الاسباب صدر لكوز وكان الفاكتور دي ريسك لكوز سيطور كان يخص الامرأة هي لديها ديابات لديها لديها مرض القلب لديها لازم الاخير وكان يقصن الوالدة هي الوالدة تكون تكون ضيقة تكون تكون نبيانس ديقول الكل يتلحل الوحد ينجم عندها فبروم وكان ديكوز ديكوز وتانيك الأشغال اللي ولات المرأة المرأة ولات تخدم دوكا ولات تخدم كي مراجل زيد لها كي تكون الجوف زيد تعيب زاف يحكمها السترس يحكمها الانكسيتي يحكمها التعب نفعلها فاتيك نعم إذن نتحدث أيضا حول مؤتمر قمت به أيضا في ولاية بسكرة حول يعني العقم العقم المؤقت يعني دوم خمس سنوات هكذا تحدثنا نسيو نديرو في الابنفيكاسون لازم صدر نحدو نديرو باش للولادة ما تكون شايدة تفاصل انرشيك يعني تنظيم النسل تنظيم النسل وبالتنظيم لهذا النسل يسرب الكونترسيبسيون الكونترسيبسيون كين ربعة كين الأرمونات كونترسيبسيون أورال وكين لستيريلي كين للي préservatif وكين للي progestatif من هذا لدينا لستيريلي لأننا ندرولو للمنزيم للمنزيم يعني بالنسبة يعني في أي سن يمكن المرأة أنها تقوم بسيريلي كغير تبدأ تتزوج يعني وبعد يعني هناك بعض تخوفات من طرف النساء تقوم بسيريلي يعني من دوم خمس سنوات وبعد ذلك يعني هناك مشاكل يعني أنها يعني تكون تصبح حامل مالذي لماذا تصبح حامل مالذي حامل مالذي لكن لن تفهمت بعض النساء تتخوف أنها تعمل ستريلة وبعد ذلك يعني يكون عندها دي كملكات يعني ما تكون حامل بعد الخمس سنوات لا لدينا 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 هرمونات رحوه دو زيرو تروى پورسان ناندس دو بيطا ومليح يعني انشوف ربما هاد العقم المؤقت يعني مدد خمس سنوات للميعرف بستيريلي يعني هو احسن ان تتناول المرأة حبوباً عن الحمل؟ مندخلوش في هذا شو الهدى كل واحد عندو انديكاسيون الحبوب لازم نكسبلوري بيع لفهم بلي ما عندهاش نيبات تنسيون ما عندهاش مراد يندوكرينيان ما عندهاش دي فاتولوجي لستيريلي ما يسعقش قاعد للعواج استيريلي يجمينت حتى عند كل امرأة يلي ريفرسب وميلمش بمشاكل دوك انضر辛كار اينفكشونا ولا انضر حاجة خفيفة استيريلي نجم처� asked ربما اليكي نختم نيقاش فقط نصائح نقدموهم اليوم للمرأة الحامل نصائح نقدموهم نا Alors maintenant نقول مرأة حاملة سيسلتو على الاشياء الناشنال نقولها قبل ما تطحيه توجهي التبدأي بالبريبي تنجمي توجهي له البيامي تنجمي توجهي له الوPSP ولكونسيطاشون تأسبيطارات قاعدة البوليكلينيك باش هكدا يكبتيوك ويعرفو وين توجهوك ولي كنتي نقور ساس تروح يباتوك على حسب المنطقة تحهم الصوت تكون ديجا من السجل وعلى بالك يعني عندهم الملف تح ونقولها ما تنساش توجه الكارنة سانتي يكون عندك الكارنة سانتي هي هدك اللي داتو منستر نعم أكيد إذن بروفيسور يوسف طيبي شكرا جزيلا لك رئيس مصلحات التوليد مستشفى حسن بادي بلفار شكرا جزيلا لك على كل هذه التوضيحات